أتوجه بعظيم الشكر والإمتنان لكل من سندني ودعمني ولم يدخل عني يوما ما بالتشجيع والكلام المحفظ أنتم أهلي وعائدة الثانية ومهما شكرتكم فلن موفيكم قدركم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنته رسالة شكر وإمتنان أرسلها لكم لوقوفكم بجانبي فلو غبتم عن ناظري يوما ما فأنتم دائما في القلب أذكر أيام كنتم بجانبي كنتم لخير عون وسند ونصح سعادتي كبيرة بكم ولن أتخلى عنكم ما حييت شكرا لكم من أعماق قلبي على عطائكم الدائم كلمات الثناء لا توفيكم حقكم جزاكم الله عنا كل خير من لا يشكر الناس لا يشكر الله لهذا شكرا لكل الذين وقفوا معنا واختضيقنا وحاجتنا شكرا لكل الذين ساندونا بدون منية ولا شروط ولا مقابل شكرا لكل الذين كان بوسعهم أن يؤذونا ولم يفعلوا كلمة شكرا لتكفيكم وأنتم بالأساس لا ولم ولن تطلبوها بسم الله يبدين وعني بيصرينا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا صباح الورد والفل والياسمين يا صباحكم نور وسرور يا صباحكم سعادة وأمل وتفاؤل يا صباحكم صحة وهناة وراحة بال إن شاء الله نهاركم أسعد لأيام فيديو جديد في نهار جديد نتمنى فيه تكونوا في أحسن أحوالكم مع الأيام المباركة هذية نتمنى لكم إن شاء الله ربي يعطيكم كل ما تتمنوا إن شاء الله ربي نجح لكم وريداتكم وينجحكم أنتم ويسهل لكم في كل ما هو صعيب يا رب العالمين ويفتح ببال الخير في وجوهكم نهار اليوم كله نشاطه حيوية نشاطه حيوية وطاقة إيجابية دي مو كمال عادة نحب نبعث فيكم كان الروح الإيجابية وإن شاء الله ديما أيامتكم كلها إيجابية وعلى فكرة وبكل نازهة أنا بدي نغز في الطاقة الإيجابية منكم منكم من تريدكم من تصبيحاتكم معايا الحصيل والله صحها قهوتكم بشفالكم وقهوتكم اللي يتفرجوا فيها توفي الصباح شكو لكم نبنات نبدلوا توقيت الفيديوهات نهبطهم تحبوا عشيات ولا في الليل ولا كيفاش نحب نبدل شوية الوقت قلوا لي هكا مساعدكم وانا نبدل شوفوا ليك المستكرة ذكت طح كنتعرفوا بشدتها في الصدور شدتها بالمساسك متعل لحويش حطتها هكاك حتى عندي فكرة في إني بش نعمل المستكرة بطريقة بيهي بأقل تكلفة الحصيل وطول نشاركها معاكم طريقة ذكية اقتصادية منظر مزيين ومن غير هكا لأنو انا ما كنتش في الدار حميدة جاب واحد بشي يعمل لي دور المستكرة عملوا ميزة لحسب انت عم مستكرة في الدار كل يا صديقاتي نوسك تخيل ما نقول لكم شو بقداش طلعوا قلتها طبقوا حط غاديك قالت المرة طبقوا حط غاديك يعني يا منحة يا وعش لا والله ياسر بصراحة غالين طلعوا المستكرة المهم هاي نرجع الحصيل وهناي شوفوا ليك الفوضى العارة اللي انا فيها والله يريت لبنيت من كدبش عليكم طبعا عندي اكثر من اكثر من اسبوع معنتها من اللي جيت وكل اما صدقوني ما لقيتش روحي في الروتين ما لقيتش روحي في القضية وكل ما زلت حبة ممكن انك التعب وكستريس وكل السفر والكل مرتحتش ما خذيتش فترة نقاها يلزمني فترة نقاها يلزمني فترة نقاها لا والغريب لبنات كده قولي ماذا بيا نرتاح ولا حاجة يقولوا يا كي كنتي مرتحت يا كي كنتي بدلت الجو يا ما جو الحمدول الله بدلت الجو شي كبير وينك يا نسرين الحصيل وتحية لصاحبتي نسرين المهم قلت لكم عادة هنا رجعت للكوجينة ورجعت لك التنظيم عندي برشة معون بريسك شطر معون كل خرج البرة يزمو يرجع كل حاجة لبلستها وانا عندي حاجة يا لبنات وقيتو يومو مسكينة نبدأ نجرز عليها نبدأ نخرن عليها نقولها لا ما تقضي ليش يمكن هي تحسها مسكينة ولا حاجة ما بالحق نقولها يومو ما تقضي ليش لخطر انا يزمني نقولها نتشجع وحدي ونقوم عليش لخطر كي نغسل لنا المعون هاني بش رجع كل حاجة لبلستها بش رتب الدنيا بش كذا اما كيقود لي ذاك البرة يمرضني يعني نتقلق عصابي تتوتر ولت بالحق نحب على كل حاجة تبدأ ويس هنحب عيني تبدأ مرتاحة في الحاجة ما حدش النجم نعيش في دنيا دخلة بعضها في دنيا ضيقة في ريتو هي روى الضيق بيدانا نوسعوه والوسع بيدانا نضيقوه بالنظام النظام هو الحل لكل شي ترتب دنيتك وتنظمها تدخل حتى الحاجة تدشي ميترو تشوفها ما شاء الله النظام أعز حاجة في الدني سمحوني على مخارج الحروف متى خطر سطي لعلاق ماكم تعودتوا بيا في كل سفر كيان مشيت نمر سطي بح كيان رجعت سطي بح يحب لي لحاصيل غناية لعبة لعبة ماشية وجاية ربي إن شاء الله يقضي لحويج وربي سهل لكم في كل ما وصيب ونشكركم شكر كبير وديار الشكر في أول فيديو ليكم شكر كبير بالحق قلت لكم في العنوان قلت لكم بكيت هي يمت هي يمت حطت لها الفيديو لبنت بكيت قلت لي دموعي هبطة واحدة ملي شفت للت زغرت في أول فيديو وهي بنتبكي نقولها يمتش بيكي ما زلت لي متفرشتيش ملا كانت سمعي هي ناسة دقت حلمي وبدأت أذيكات بكيني بريمون حسها لي والله وديراني حطت هاي لكم مع انتها في الفيديو اللي فيت نحب نستكتر خيركم نقرأ في الكومنتير ونبكي متصوروش على الخاص على الفيس على كل بلصة البارح كيفاش ملي هبط فيديو الناس تقولي الحمدول تهنين حمدول النهارة ذي نستنوا فيه روك تدخلوا تقرؤ اللي كومنتير اللي في الفيس ولا اللي عندي في الخاص والله هي اللي بنتراني وقصرة في جاوبة أذكا حد الجهد ولكن إن شاء الله أكيد راجع حتى اللي كومنتير القديمة اللي ما قنيش قعدتش نجاوب عليها كل جاوب تعليقاته هنا شوكولاج جتني من عند ضيفتي ربي بركي هتعرفوني موت كنا شوكولاتان الحاصل كنت أحكينكم هكا وقتها في بايش عدي فيديو بسوط يا أخي بعدين قصيت وهنا اللوز هننا قاعدين ونجشر وما كنت تعرفوني أنا بليدخل علي الصيف وأنا نشيخ على أجواء اللوز وعلى أجواء التاي لمحالة لي متى دي معمل على ربي بقدرة ربي يعني أنا طوى في الليل الخميس يعني غدوة خميس نور موياب للفيديو قلت نعمل على ربي ونسو إن شاء الله ربي يسهل ويتقبل منه ومنكم صالح الأعمال أنا قاعدة نوري فيكم والله كل عدتها فيديو من غير بالسطرة وغير مع قصيتها وخطر نحكي معكم شيت نلقي فريس طيب على الأخر قلي هو رهو طيب ديش الرجل قلت له أعطيني قلت له ديش أنا نحبه هكا طيب مش نعمل عصير وشوفوني كلمة نجل عمنات أونا خارج على سواب شوفوني لهم تذي مغرومة بك الخاتم الخاتم يشبه الخاتم يوم كيف عندي أنا عنده واللي تخرجته ولبسته الحاسة صديقاتي حبيت نشكركم حبيت نستكتر خيركم حبيت نقولكم ربي برك لكم الناس كل الله يرحم والديكم على كل كلام اللي قلتو لتشجيعاتكم وقفتكم هي أنا إنما أعمل وبنيت أنا نيتي رهي صافي وما نحبش لنزكي ولنمن ولا حد شي كنت حطيت في بالي هنا نوري فيكم سمحوني في الخضرة كنت حطيت في بالي إنه نعمل حاجة قلتوني محليها وكذا إنه نعمل حاجة تليق بما كانت أمي تليق بعيلتي ما نعملش حاجة تكون حاجة معنتها ما نجمش ما نجمش نعمل حاجة كيكو بر أمي راح يفهمت ولبنيت حليت على روحي حاجة كبيرة ما الحمد لله وشكر لله مش حتى حاجة كبيرة قدام ربي ربي أكبر وأعلى وقدرة ربي ينصرنا إن شاء الله ربي يجيبنا في الصيف إن شاء الله ربي يحقلكم كل ما تتمنوا بنيتك كلها كل ما تتمنية أمني إن شاء الله ربي يرزقها مشاهي قلبها نواصل نواصل على العهد ونواصل في المسيرة ونواصل ونستمر وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصواب كلامكم بكيني فما اللي يقولي شموها بينك بالربي شموها مش كوني يقولي أحسن حاجة في الدنيا فما شكوني يقولي بنيتك يقصر والله البنيتك يقول عادي بالنسبة لي أنا صحيح أنا منحب رضي ربي يعني نحب ربي أما والله لو تعرفوا كل شي بش أحكيه لكم غير بركة برشة بشي واللي تارير شولي فيديوهات طويلة لو تعرفوا التفاصيل مش لحمكم يشوك مش تبكوا معايا محبش نبكيكم ديجا بكيتوا وانتوا بمعايا أما صدقوني فما حاجات صرت معايا فما أحلين فما حاجات شفتها فما حقائق عشتها فما يا ولادي سبحان الله وتتأكد وتولي على يقين بأن الله حق وأن الله موجود وأنه نيتك نيتك إنما أعملوا بالنيات على جد ما تصفي نيتك وعلى جد ما تعمل البي سبحانه وتعال يسخر لك جنود الأرض والزمان سبحانه وتعال راو جد ما نحكيكم يا لبنت قصتي تتكتب في كتاب وعلى فكرة دي ما نقول بش نكتب كتاب بش نكتب كتاب راني نكتب يعني يعني نكتب بالجد أما شنو ما عنديش الوقت ما عنديش الوقت إن شاء الله المهم البنت هنا عملت جو وردكم الفريز وردكم الطماطم طماطم تواصمها بالجد والله يستمي أخذت الكيلو متاع الفريز ذي اللي ذي بدوبين أخذيته على 2000 الكيلو نظفته نحي حليته على 2 معنتك بش نشوفه أسكو يبدأ في حشاكم الدود ولا لا وحطيته في الحليب وفي السكر وعملته إرحيته تحبوا زده تزهر زده تحبوا تخلوه ما غير زهر تحبوا زده كعبة يا غرد كما جات لي صديقة تزده أنا ما عنديش يا غرد ما زدتش يا غرد ترما اللي تنجم تعمل يا غرد تعمل الحاصر وحطيته هنا يترحق وشوفولي هاكا التس اللي عندي كل مرة يطيحلي كل مرة يتنجرلي كيف هشاني تول حتى وانا نصور معاكم في الفيديو عندها بحطوا في الكاميرا عصير وكهوان خليط الحالي واللي عصير وتوش ونصب لجميعتي وانا والله والله صمه بهت وحقير اما شو مشتعبش يصبر وذي ديريك تعصريه تشربيه تشريه تعصريه تشربيه تعصريه تشربيه ذيكه هو الحصير وانا رو الفريس تعرفوا البنات قلت لكم هذي البلاتور اللي خذيته من قفصة من جيت المرة هذي عني دشنتو جيت دشنتو بالعصير كما نقول لكم انا رو عندي حساسية من الفريس كيني نشرب الفريس والله البارح هذي معناتها انا شربته بمت صباح وجه كله حبوء منيش عارف الحق منظرموش من نموس ولا من الفريس اما الفريس عنده دور يعني عندي حساسية منه ديريك تطلع لحب في وجه اما نحبه المتعليق هنا حتى هي منجم شناك حاجة من غير ميمتي نجم كل حاجة نضوق منها ميمتي ممسكينة حرقة في اداها يوم مسكينة وهي ما صبرتش على كل الميت التوضى وكل ما صبرتش على كل البولات اللي طلعو لها هكا في من حرقة زيت وهي هاتقري وشني حاصيل تنطر على قشرتهم هون قلبي والله نحكيكم تقول قلبي ذايب الحرق بيافين وحتى ميبو وزوز ضم باهين المهم هاي الشوكولات هذية جاي يكمل فريرو ورب يرزق ويضوق ثمار الجنة اللي يضوقنا شوفوا الابنت هناء وريتكم اللوز هذية عشاقة من وريتكم اللوز الاخر اللي اخذيت هذية بلفين حابت نوري هولكم بلفين يوم قاعد ادشري في شوية ثوم انا قاعد نجد في شوية لوز هناء جيت بش نعمل شوية المقرونة اي تفكرت حاجة لبنية قاسيدة خاطر فالمدركتور متعادي اخ تفكرت كومنتير جاني من عند تاتا ربي بركلها على نصيحة جالت لي فات من اسم الله ووصلت على اني بي موجودة في عند تكتبت في الارض وكل راه لي جوز راه ريت اها بش نوضح حاجة راي اللي كتيبة اول حاجة والله اعلانية ربي الصغيرات وما اللي كتبوا منيش انا يشهد علي ربي وديجا قلت لكم في فيديو ولكن راي جت على السيس يعني السيس الحيط متعدر يعني لبنية مش بش يتمش يعني مش يمش عليها حد ولا استغفر الله كرام الله الله فق روسنا وفي عينينا وفي قلب وبرك الله فيكم على نصيحة بش دورينا فان حتى كان فما حد ولا حاجة وانا يرد بالا انا غير هما من فرحتهم محليهم والله يا لبنية يا ولد صابرة يكان يدور في الدار تول مش يذي وديجا مصورات وانا ما شاء الله يجري يجري وانا ما شاء الله وحد والله يجري شاء الله ورخ يدور يجري على الدار وانا انا مسجل ا Señor كنت وراء الأن بحول الله قدرت ربي نرجع وانا نقول وانا ما حضرت شي كنت تتخير رياض شي cosmime طال贤 طرف الدجاج لحقيقة قسمته وحندي الدجاجة قسمت بين المقرونة وبين الطاجي اعملت شوية سلوك متاع الدجاج يعني لحمة اصدر لبنائت اعملت شوية كوركم شوية بصل شوية زيت شوية زعتر شوية كليل وشوية ملح وشوية فلفل لكحة وحطيتم هكا يطيب لي كتا خطوخة ذاكا ومبعد بشي يدفت فتك الدجاجة ذاكا ويتحطيت تفتف ولا يتفتفت يعني والله العاد انها اندل وهاي المقرونة السوس متاعي بريسك حضرت بشو نرمي فاهم الفلفلات الخضر وهناي عندي البطاطا قصت هاي اليوم هاني بشو نحطها بطيب بطاطا تاجينة ذاي هانيش نصبها كل مبعضها ونحطها بطيب على روح تدقلاء يعني هي الطريقة التونسية التقليدية انت يعني اللي نس كلها بريسك فماش واحد ما يعرف هاش شنو هاو انو الواحد جيستي عاون عد باره والله انا ولا يجيني يساهل ماهل للطاجين شوية شوية حاجات نعمل طاجين كي نقولو طاجين العربي العادي ان نستحقولو المعدنوس بيانصير المعدنوس ومحلها خضرتنا ومحلها بنا وصلت بركه وجاي العيد تولا لشريت انا مع النوس للسلج ما زلت ان شاء الله نلجئ ومحلها تولي الاسوام ما كم تعرفوا في كل هكا مناسبة وكل تطلع الاسوام سيرتو الخضرة والله يا عام تعرفوا عم نول في در حماتي لحقيقة والله اما قولت عم نول نفتش عليك السلج ونفتش عليك الخضرة ريحتها شو مفهم ماهل حاصيلو كانت تشري من قبل بكري تفسد الخضرة دي انا ما نصبر هاش خاصة ان السلج والمعدنوس هو يصبر شوي اما السلج ماذا بيك ديما حتى في القضية ناخذها وقت دي نبدأ بشنطي مثلا نخم ونقصه 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 من الليلة ما ما نغسلوش رو يتغسل رو يلزم هي تغسل منا يطيب منا معلتها ما تقعدش الخضرة دي ما تصبرش هنا الحاصيلو هاني ننحف كعبات البطاطا هاتا ونشوف الحاصيلو ونقول لكم اي حاجة نقول لكم عليها واش ما نعيش ونشوفه نقول لكم ان شاء الله نعيش ونشوفه كان كل خير يا ربي وان شاء الله قبل كل شي نعيدكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين في خير ومجموعين في الخير يا ربي حالي ما قدش حمصتني هي كعبات البطاطا كيطيح وينارفزوني نبدأ نتبع فيهم نجيب هيك حاج ونبدأ نشبد فيهم وخليهمش يضيعوا لكم البنات وهنا رجعت لي يمه هاي باش تقصدي ما نصورو لكم كيفاش يمه تقص على الطريقة الزمنية عرفتوها طريقة يمه الطريقة انتع يسلم يدياتها الطريقة اللي فيها البركة ولي فيها الراحة لبنين ها وبالحق والله لبنين تقولوا فاتن تحكي ادى فاصيل وهنا هاي تجاج عاملت هوري هكا بيدها يسلم يدياتها وفتوى باش نمشي نتخلط لهي والله يقولت لنا خلطي لي انتي يوم مطاجين خاطره ناولت عندي فوبيا متاليفون خاف على التاليفون ليطيحي اذا كعليش ولا دا نقول اليوم هي اللي مثلا يوم هي خلطي لي خليني انا نشد التاليفون نبدأ مفجوعا نقول ديما في موخي نقول تفتيح لي تطيح لي زمني نلقى حل في سيبور باي خاطر السيبور لي عندي ولا ينطر التاليفون عرفتو كين حطه هي يمكن من ضغط هيك كي يبدأ مكبوس طرف حتى ليني طيح التاليفون وانا معاش مستعدة لحقيقة للفجاع وراسي يزي ما فيه باش نزيل نتحمل انا عمك التاليفون وفجاعه مهم هنا يوم هاي يوم حطينا برطاطاك اللي تقلت وحطينا الدجاج ودوى يوم العظمة ديه العظمة ديه شريتها جدا لمند الفصل الاحمر ما شاء الله لبس عليها نضيفة امورها واضحة يوم ما قدت كين وقصلها رما طريقة كي تحط العظمة في الماء وشني كان هبطت اللوطة تبدأ فيزة تي حاصل فازة كي 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 قيل تي يوم تي سيفرة سيفرة على العظة وين سيفرت منيش عرض سيفرة تطفت العظة وفي بالكم بحاجة يحب هوايا كله يموت عليه خاصة كي تبدأ يقولك هو عمليلي عظمة مشوشة على عظمة كلمقلية ديه يسمي فيها عظمة مشوشة الحاصل هنا يوم هوني حطتت جبن هذين مثلثات هذين كدش يبنني لبنات الطاجين انا دي ما نحبها في الطاجين وعندي شوية جبن ربي ولتزادي محطاتها حاصيله من كل حاجة شوية شوية تعمل طاجين انا ريت وقبل كنت يجيني الكوسكسي الصعيب يجيني الطاجين الصعيب خاطر حاجات برشة في مكونات دوي ولت نقول كدشني كنت كيفاش كنت نستخيلهم صعب ومش ما ازهل منهم مكوناتك حاضرين خلطي كل شي مع بعضها وحطي في الفور ولا حطي عالجاز طيب على روح وكما قلت لكم من قبل من اللي تدخل الصخانة طبي وحتي خمم في حاجات سهل انا تعجبني غي حاجات الفور في الصخانة بها برشة يعني يكل طيب الحاجة وتحطيها في الفور طيبية في البد يعني مش قولت لك الكوجينة صخونة وطنجرة تغلي ووكل فابار وكل دنيا دي ككل حاولو يا اما تعملوا دي صندويتش حاجات يعني فاستفود ولا تحطوا في الفور هكاكا اسهل هنا يما هي حطتك جبن في الواحد انا حضرت البلاتو حضرت فيه الزبدة عمت شوية مع دنوس وبشتخلط دوا الخليطة ذاكا وحنا ديما نحطو فيه خميرة كميائية لبنات الطاجين وساعة الواحد ما اشهلها كلمات وانا هاوش تصب يما في الخليط ودوا عشو نحطوه في البلاتو نحطها على النار هكا كل واحدة وتعرف الفور وانا نحس فيه ما يطيب راو ما يشدش باشا وقت خاطر كل شي طيب فيه جزكا اللي عظم هو اللي بشي اللي بشي تشد يعني بشي تطيب وتخرجوا صحة وبشفاء والله يجب نين ما شاء الله ديما حاشة اللي مت تعقدي هايش والسهلة ديما تطلع ابنينة سبحان الله حاجة اللي تعمل في سا في سا كيكا عطايرا نقولوا احنا لا تطلع ابنينة هو شبدل عليه ولكني فتني katádش لينا على الطاجين هو رياض خوية ديما قداش لي يحبها الطاجين يعني ديما مثأ بيه ماذا بيه رو مرة في الأسبوع اااا ومو يحبش يبدن فوح برشريط وكي يشوف اصفر كي انا قلت فجاعت قلت كأني كسرت الكورك طوي يشوفا قلت يقول لي هاو اصفر يا اخي مجاليش اصفر بلعكس كلاه صح وبش فائليه نظام الأمام مع ضعبة أصدقاء أعضم هذه أحضار نضع أستخدام قريبا سوف تحتاجه أوروح نضع التعليم الأمام نضع أعضب في الصحفات اللي خلطوا فيها الخليط كام هذيك وتحطوها توا تحلوها تفرشوها من فوق تعطي منظر بعدين تعطيكم حتى هكا شوية لونكي لبيض كأنه جبن لبنات وهناي الطاجين بتاعنا حضر وديتكم وشاهدكم شاء الله قصفكم في الجنة هذه المقرون وهذا الطاجين هني قصيته وش نحطه حتى هو مع المقرونة ما شاء الله ريحتو بركلت فح فح بابسطها كمكونات يعني خليطنا العادي ما فيه حاجة سبيسيال طيح حق تحط شوية زعتر وكلية ليفوحلكم يبنلكم هنا يوما هي جبدتلي الدلاع وشتكتو مدك المشعلك الفريجيدير لازمها تنظيفة عالمية ذيكا لازمها تنظيفة انتع النهار يبدأ موسع باريون ودلالاي الحاصل وديتكم ومشاهدكم شاء الله قصفكم في الجنة وتوهم قلكم في امان الله اشتركوا في القناة